السلام عليكم أخوتي ومرحبا بكم فيديو جديد في قناتكم قناة طفل بارودي أريد أن أشكركم مرة أخرى على الناس الذين دائما يدعمون باليجين والبرتاج وخليوني كومنتار لأنني نجاوب لكم كل شيء وتحياتي لكم مرحبا بالمشتركين الجدد معنا في القناة المهم الأخوان سوف نتطرقوا الموضوع الذي تعرفوا التطور عن العلاقات المغربية الإسبانية وصلوا لحد الحد يعني غير مسبوق لكن خرجت وزيرة الخارجية الإسبانية وبردت الأجواء بحث تصريح البارح الثلاثة لأن كل تلاتات قريبا يخرجوا تصريح الوزارة الخارجية يعني عفوان نطقة رسمية باسم الحكومة لكن البارح خرجت وزارة الخارجية الإسبانية لأن كما تعرفوا بأن المغرب وجهوا حد الرسالة يعني شديدة لهجل السفير الإسباني في الرباط وأعطاها الكثير الأسئلة التي تسنى الآن المغرب بأن إسبانية تجاوبة لها من ضمنها كيف أن إبراهيم غالي يدخل بجوة السفر مزوار لماذا إسبانيا لا علمت المغرب رغم أن المغرب يعني يتعاون مع إسبانيا في جميع المعلومات الاستخباراتية إلى آخر يعني يطرح الكثير من الأسئلة وماذا أنتم أصدقاء أو الأعداء أو أنتم معانا أو معامن وزارة الخارجية طرحت هذه الأسئلة على السفير الإسباني في الرباط وهو بدوره السفير نقل هذه الأسئلة للوزارة الخارجية والحكومة الإسبانية فخرجت وزارة الخارجية البارح يعني بحل الاستجابات للضغوط المغربي لأن المغرب حقيقة في حين أننا نشوفه بعض التحليل السياسية لتابع الوزارة الخارجية المغربية تقول بأن الممكن أن يتفاق من الوضع إلى حين أنه يقطعوا تعاون الاستخباراتي والأمن إذن إذا كانت تعاون الاستخباراتي بالنسبة للنظرية المغربية لكن التعاون الاستخباراتي هو أن نعطينا معلومات الإسبانية وليس لا تعطينا أيضا فهذا لم يكن لديك الصداقة الحقيقية يعني أنت تعطينا ونعطيكم تعاون ونبقى تعاون أو غير أحد يطل غير كبير يطل معلوماته والآخر لا يعطيه فهذا يعني ضر الخارجية المغربية يعني هو الإخلاء لأنه تعطيه أحد الشديدة للهجاة فخرجت يعني وزيرة الخارجية الإسبانية وطعت واحد صريح الذي سنحاول نقرأ لكم يعني مصدر رسمي باش كل الأمور هي هذه بعد الضغوط المغربية ووزيرة الخارجية الإسبانية تقول مدريد ستمتتل للقانون بما في ذلك واجب تعاون مع القضاء يعني قالت بحالة طماؤنات المغرب نحن مدريد يعني الحكومة ستتعاون مع القانون ستمتتل للقانون يعني اللي يقول القانون ولكين وحقيقة الإخوان هي أزمة قانونية هي أزمة ديبلوماسية لكي نوضح هي أزمة ديبلوماسية ديبلوماسية المغرب ضغط على إسبانيا لماذا لم أعلمتونه ولماذا تدخل تدخل؟ يعني ليس أغير تدخل أنه يدخل بأس أحد أخر ومزور وانتهى كسية الإسبانية ثم مشكلة هذا الشيء كامل درتوه في سبيل بأن المغرب لا يعرف هذه الأزمة التي كنت وتخرج من إسبانيا والذي لا يخرج في هذه الأزمة حقيقة يبقى القضاء أو القانون تكون القضاء والقانون و هنا أن يمكن أن تصدر الحكومة تعليمات يمكن أن تصدر حكومة تعليمات للقضاء لأن القضاء سلطة مستقيل له سلطة عليا بوحدها فكما قالت اننا المستعدين لذا انتعاون مع القضاء لا يحكم في علمات والدعاوة المرفوعة على إبراهيم غالي هنا في إسبانيا وخاص أن السفارة المغربية التي كانت هنا في إسبانيا تشكل واحد الليجان للمحاميين كبار عندهم خبرة فتش الدعاوة الدولية ويجدوا عليهم حدوه هنا وفعلا رقم بها أستاذ هلال ومحامي المغاربة هنا في إسبانيا قاموا برفع الدعاوة كانت تتنوى أن القضاء يستجبلها وتعامل معها حقيقة لا يوجد علاقة بالحكومة الحكومة تسأل لماذا خلت هذه السيدة يدخل بهذه الطريقة ولماذا لم يعلمونها هذه أزمة ديبلوماسية مع المغرب لكن فيما يخص أن إبراهيم غالي يخرج إلى الجزائر أو إذا لم يرجع هذا الأمر تبقى القضاء ممكن في حالة واحدة الحكومة الإسبانية ممكن أن تتابع إبراهيم غالي بانتحال الصيفة ولكن هذه القضية لا يمكن لأنه لا يعرف أنه إسبانيا إسبانيا كانت تعرفة أن السيدة داخل بإسم حداخر إسمه السعار بانتحال الصيفة وأكسيبتات إذا لم يمكن أن نتابع ولكن دولة سيادة أنه لا يدخل شخص به طريقة بانتحال الصيفة فالحكومة الإسبانية ترفع عليه دعوة وكذلك أنها خصوة تعاقب على الأمر هذا وهذا هو ما سيكون وهنا المغرب في أن يضغط نرى الإخوان يعني وش أنه وزيرة الخارجية فعلا بردات الأجواء مع المغرب سنقرأ في الوقت التي تضغط الطريبات بقوة على مدريد لكشف ملابسات السماح الأخيرة بدخول زعيم جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى إسبانيا بجواز صفر جزائري مظور واسمه السعار أكدت وزيرة الخارجية الإسبانيا اليوم تلت في مؤتمر صحفي أن بلادها ملزمة بالامتثال الصارم للالتزامات الإنسانية وهو ما تم شرحه بوضوح شديد للمغرب وأكدت الوزيرة أن زعيم جبهة البوليزاريو يعالج بأحد المستشفى الإسبانيا وفق هذا الالتزام الإنساني قبل أن تعود لتؤكد أن علاقة إسبانيا والمغرب عميقة ووتيقة يعني وطيدة والحوار بين البلدين يثير في نفس الاتجاه على جميع المستويات مشيرة في نفس الوقت أن مدريد ستمتتل للقانون بما في ذلك واجب التعاون مع العدالة الإنسانية العدالة الإسبانية عفوا يعني التصرح هذا الواضح بأن دخلاته بدافع إنساني بأنه إنسان يريد أن يدخل فعلا نعم يجب أن يدخل فعلا نحن نتعاونه مع القضاء في حال أن القضاء استدعى الحكومة وطلب منها شيء موطيات نحن نتعاونه معه إذن بردت في الحقيقة أني رأى جاوبات على تساؤل المغربية بقيت كيف يدخلت اسم السعر والانتحال الصيفة ولم تستطيع أن تقوله لماذا لم تتعلم المغرب؟ هذه هي الأسئلة التي لم تتعلمها أولا تهم السيادة الإسبانية والثاني تهم تعاون الاستخبارات بين المغرب و إسبانيا وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكد استدعاء السفير الإسباني في الرباط وذلك من أجل تقديم تفسيرات حول استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليزار والانفصالية بأحد مستشفياتها وهو المتابع في قضايا تتعلق بجرائم حرب وانتهاك جاسيم لحقوق الإنسان كما تعرفت إبراهيم غاليا الخوت راه متابع هنا في إسبانيا من طرف إسبان نفسهم إسبان دي الجزر الكاناري اللي أنفص مع الصحراء المغربية كانوا شحل هذه كعيسوا في الصحراء فشفاشر وكان فيصال المغربي رد الأراضي دي الجبهة البوليزار والانفصالية تقاتل في القوات المغربية وتقاتل احتفل القبائل وتقاتل احتفل الإسباني اللي بقوا من جدرين تماما إما تأتيوا معانا أو اللغضين هذا وكانت تدرت بالقيادة دي الجرائم حرب فجول هذوك الإسبان يعني أبناء دي لهم كيرفعوا قضايا على هذه السيدة فكنا جمعيات يعني كتابعوا بانتهاك يعني جرائم حرب خطيرة وانتهاك جاسيم الحقوق الإنسان يعني بزاف بزاف مهم الأخوان نشوفوا وعبرت الخارج المغربية من خلال هذا الاستدعاء عن أسفها لموقف إسبانيا التي ستستضيف على ترابها المدعي إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليزار والانفصالية المتهم كما قلنا بالجرائم لكل وأضافت الوزارة في بلاغها أن المغرب يعبر عن خيبة أمله من هذا الموقف الذي تنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية يعني قلت لهم الوزير يعني ركو معرفته وزارة الخارج المغربية دول البالغ لخرجات بأن خيبة أمل تفاجأت بأن إسبانيا تعاملت مع المغرب بهذه الطريقة وخصصا في موضوع كيهم يعني التراب الوطني وكيهم يعني المغرب كامل الشعب المغربي الحكمة المغربية المالي كل شيء يعني واحد الموضوع اللي هو حساس إسبانيا تعاملت فيه بطريقة يعني غير منطقية ويعني بخيبة أمل لتصبيها المغرب من طريقة التعامل هذا واعتبرت الوزارة أن موقف إسبانيا تيرو قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة لماذا تم إدخل مدعي إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزورة هذا ما الأسئلة اللي قلت لكم لماذا دخلت إبراهيم غالي بهذا؟ هذا يعني المغرب ببدك يطرح أسئلة ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إختار المغرب بالأمر؟ لماذا معلمت المغرب؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟ هذا ما الأسئلة اللي يطرح المغرب ده وبغي عليها أجوبة؟ سينو غضج كل علاقات يعني ما بين البلدين في خطر وفي نفق مظلم خاصة يعني الحكومة الإسبانية نتجاوب على هذه الأسئلة هادو للمغرب سينو بأن المغرب كان في بلغ وحد أخر دير وحد صحيف وحد أخر هذا بنا ندير عليه فيديو بأنه يعني قال في حالة أن إسبانيا لم يتجاوبتنا على هذه الأسئلة وبقينا في حالة الشوكوك دينا فتحنا قدرنا نعلقه يعني التعاون الاستخباراتي والأمني مع إسبانيا مادم نستفدوش من التعاون الاستخباراتي دخل عنده واحد شخص له ومتهم بجرائم حرب ضد المغرب ضد المغاربة ومعلمات ناش فتحنا ما قدرنا نتجاوب على المهاعلة بالمعلومات يعني سيدخلوا في المعاملة بالمثل وخلص البلاغ إلى أنه لهذا السبب تم استدعاء السفر الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب تفسيرات للأزمة بشأن موقف حكومته يعني قال ليه سير هاوما الأسئلة قل الحكومة دي لك تجاوب الحكومة الإسبانية خصت تجاوبنا على هذه الأسئلة هذا يعني الإخوان خص ضروري الحكومة الإسبانية أن تجاوب على هذه الأسئلة ما زال حتى الآن ما جاوبتش عليهم يعني الوزارة الخارجية ووزارة الخارجية تعرف وزارة الخارجية دائما يكون الجواب دائما يكون شواضح دائما يكون ديبلوماسي يكون دورها يبغي ما يبردش لك الجواب لانتبعه فخصت تشوف الحقيقة أنه غالبا يكون انتصال ما بين البلدين يرافيا المستوى يقدر يكون أنه ما بين الملك الإسبانيا ما بين بيدو سانتشيز وما بين الملكة المغرب بأن هذه الملف خصوة تناقش على صعيد عالي على مستويات عليا مملي إخوانا نتمنى أن نكون وضحت لكم هذا الأمر تحياتي لكم كان معكم صرف البارد من تساوش الجيم وبرتاج الكومنتر وتحياتي لكم مازل